السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرا قالوا ذلك إذا كهرة خاصرة فإن من يزدعتوا واحدا فإذا كم بالسامرة ألأتاك حديث موسى إذ نادى موفقه في جواب مقدس طوى إذهب إلى فرعون إنه مطار فقل لك إلى أن أزكى وأهديك إلى ربك فدخشى فأراء الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أن ربكم الأعلى فأخذه الله لكان من الآخرى والأولى إن في ذلك لعظمة لمن يحشى لمن يحشى فأنتم أشدت خلقا من السماء فناها وفع سمكها فسواها وأغضش ليلها وأغضج بحاها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منها مانا ومرعاها واللباب أرسانا بداعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتنكه الإنسان ما سعى وضرعا وضرعسة الجعيم لمن يرى فأما من طرى وأثر الحياة الدنيا فإن الجعيم هي المأوى وأما من طرى فمطام حبي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة بأيان مرسانا بما أنت من ذكرانا إلى ربك منتهانا إلا أنت منذر من يخشانا كأنهم يوم يرون فإذا لم يجبسوا إلا عشية أو ضحانا ونقواه العظيم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم شعور شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عن أبي فعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواهم الدار القطني وغيره أمس شرحنا مسألة الكلام مسألة كلام الله تعالى أمس شرحنا مسألة الكلام وغيره وسلم قال إن الله تعالى فرض فرض فلا تضيعوها مصر كنفرات الغابة أحدث يقدمات يقدمات الكلمة ومن التعاطي ونصر كامل سيئة ومن ثم سيكون ومن خلال متفاة تكلمنا أمسي عن ماسألة تلك الثالث ما معنى في الحديث وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَتًا لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ ليس معنى هو أن الله يتكلم ثم يسكت ثم يتكلم ثم يسكت ثم يتكلم ثم يسكت ليس هذا معنى وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَتًا لَكُمْ لأن هذا صفت الإنسان الإنسان يتكلم ثم يسكت ثم يتكلم ثم يسكت أما الله تعالى كلامه ليس له بداية وليس له نهاية فمعنى الحديث أن هناك أشياء ذكره ربنا في القرآن أنها حرام هناك أشياء ربنا بيّن ذكر في القرآن أنها حرام هناك أشياء ربنا لم يزبرها هناك أشياء ذكر في القرآن أنها حرام هذا معنى وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَتًا لَكُمْ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَتًا لَكُمْ وَسَكَتَ عَنْ اللَّهِ نَاطِقْ لَأَنَّ النُطُقْ يَكُومُ بِالْحَرْفِ وَالْحُرُوفِ مَخْلُقَةَ يُقَالُوا اللَّهُ مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ لَا يُشْفُهُ كَلَامَنًا وَاللَّهُ مَتَكَلَّمُ لَا كَلَامِنًا نحن نتكلم بالآلات والحرف وَاللَّهُ يَتَكَلَّمُ بِلَا آلَةٍ بِلَا حَرْفٍ الآن تُلَّهُمْ بَدَأَتْ الْأَسْئِلَةِ سَأَسْأَلُهُمْ الآن تُلَّهُمْ الْأَسْئِلَةِ بَدَأَتْ مَنَّ الَّذِي قَالَ الذي ترجمت أنت في الأخير قاله أحد العلماء أمس ذكرناه ما اسمه العالم الذي ذكر ما ذكرته أنت آخراً أي عالم قال هذا الكلام؟ والله يتكلم لك كلامنا نحن نتكلم بالآلات والحروف وَاللَّهُ يَتَكَلَّمُ بِلَا آلَةٍ بِلَا حَرْفٍ مَنْ فَاسْمُهُمْ بِرَفْعَ الْيَدِ ما شاء الله أبو حنيفة هدية ما شاء الله بارك الله فيه نعم الحادي والثلاثون عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال جاء رسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهدت في الدنيا يحبك الله وزهدت فيما عند الناس وغيسى نيدا حسنا التصوف هو صفاء المعاملة والتصوف كان موجودا في الصحابة ما معنى التصوف؟ التصوف التصوف هو تعلم علم الدين أداء الواجبات اجتناب المخرمات لا أوعا عندها بلا سنتي طنعا الاكثار من الطاعات لا تبعي عبد الله معه ترك ترك تعلق القلب بالدنيا قدر الدنيا أو بجر وجاءه هذا هو التصوف هو العمل بالشريعة تصوفني لك التصوف كان بقدي بطعنا الشريعة وهذا المعنى كان موجودا بين الصحابة لكن ما كانوا ما كانوا يقولون الصوفي أبو بكر الصوفي عمر لكن معنى التصوف كان موجودا في الصحابة كان يحصل ليس التصوف أن يترك علم الدين ويقعد في المسجد ويشتغل بالذكر فقط بعض الناس يظن هذا هو الصوفي يقول إذا اشتغلنا بالذكر يحصل لنا الكرامات والتجليات لا يترك علم الدين ويظنون أنهم يصيرون أولياء بلا علم لا يوجد ولي جاهل لا يوجد ولي جاهل بل لابد أن يكون قد تعلم كيف يستعد من المحرمات وهو لم يتعلم أما الصوفية الصادقون الأولياء الصالحون تحصل لهم كرامات وكرامات الأولياء من يحصيها إلا الله عز وجل من يحصيها؟ هل تعرف عدد الكرامات؟ لا نعرف عدد الكرامات فربنا تعالى يعلم عدد الكرامات للأولياء والكرامات ليس معجزات نقول كرامات الأولياء تحصل لهم الكرامات أما الأنبياء تحصل لهم المعجزات يوجد ولي من أولياء الله من التابعين اسمه أبو مسلم الخولاني فهذا كان من الصالحين كان عند النوم يذكر الله تعالى بالصبحة يذكر الله عند نومه فاستيقظ صباحاً والصبح بعد في يده والصبح تذكر الله تعالى السبحة تذكر الله وتدور على يده فهو نادى زوجته هو أبو مسلم زوجته أمو مسلم قال يا أم مسلم تعالى انظري إلى أعجم العاجيم السبحة تدور على يده وتذكر الله هذا أمر ليس معتاداً فجاءت أم مسلم فلما جاءت أم مسلم السبحة وقفاً وحصل لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان يخطب الجمعة على المنبر في المدينة وجيش المسلمين في أرض بعيدة يوصلت تسمى نهواند نهواند في أرض بعيدة جيش المسلمين هناك وكان هناك جبل وأراد القفاء أن يلتفوا على المسلمين من وراء الجبل من يدفع تلك معظم يغلق المحاوم فسيدنا عمر كان يخطب الجمعة فكشف هو في المدينة والمسلمون في نهواند فكشف له فراء المسلمين هو في المدينة راء المسلمين في بلاد بعيدة في جيش المسلمين كشف له وقائد الجيش اسمهم سارية سارية قائد الجيش فلما رأى ذلك عمر قال يا سارية هو في المدينة قال يا سارية الجبل فسمع المسلمون هناك صوت عمر فسمع المسلمون هناك صوت عمر فانتبهوا لأمر الجبل فالتفوا على الكفار وهزم الكفار فالتفوا على الكفار فالتفوا على الكفار فالتفوا على الكفار والسبب سيدنا عمر السبب من هو السبب في هذا؟ هذا كرامة لسيدنا عمر فالتفوا على الكفار فالتفوا على الكفار لأن عمر كان في المدينة والمسلمون في بلاد بعيدة رأى الشيء البعيد كأنه أمامه هذا من باب الكرامة الكرامات تحصل للأولياء كرامات تقيم لنا وأولياء جمع ولي أولياء من مرور برقر أما ولي والولي هو الإنسان الذي استقام وليه منطي ينجد منهم معناه تعلم على المدين الدلوازبات اجتنب المحرمات وأكثر من الطاعات والنوافل ورئيس الأولياء أبو بكر الصدير وبعد أبي بكر عمر بن الخطاب وبعد عمر عثمان بن عفان وبعد عثمان علي بن أبي طالب أفضل أمة محمد أفضل أمة محمد بعد الرسول أبو بكر الصدير ثم عمر هذا بالإجماع وأكثر علماء قالوا ثم عثمان ثم علي كترتيبهم في الخلافة فالأولياء في أمة محمد كثير فالولي يكون زاهدا لا يحب المال لا يتعلق قلبه بالدنيا كان عندنا في بلادنا إنسان دجال كان يبدأ الولاية فالأحد وقلبه بالولي وهو ليس بولي ولم يتعلم علم الدين حتى في النحو لا يعرف كان يقول رب رجل يقول رب رجل كان يقول لطلابه أنت تكفيني دنيايا أنت تدفع لي النفقات وانا أكفيك دينك يقول أنتم ادفعوا لي المال لطلابه كان يقول للطلاب أنتم ادفعوا لي كل شهر يطلب من طلابه ويقول أنما أنا في عمر الدين أنا أكفيكم أنا أكفيكم في عمر الدين ثم قال لهم والواحد منكم إذا مات ووضع في القبر وجاءه منكر ونكير قل لهم أنا من طلاب السيخ فلان من سندت هو تعلم قلبه بالمال كان يحب المال كثيرا هذا لا يكون وليا الولي لا يحب المال فلذلك انتمهوا ليس كل شيخ وليا ليس كل شيخ يكون وليا أبدا ويقول لهم ويقول لهم ويقول لهم ما تخطي من ولي هذا مهم من معرفته المهمة بعض الناس يقول لو قال شيخي اللبن أسود أنا أقول أسود ما هذا الكلام؟ اللبن ما لونه؟ لونه أبيع بعض الطلاب ماذا يقولون؟ إذا شيخي قال اللبن أسود أنا أقول أسود تخير مئيبان خوننا نوصيبان خوننا تخير جئا لهم كومالي قول بابا نومنا نوم قابعاونا نعم سيدامنا نعم سيدامنا اوصيب قابعا سيدامنا سنونا نعم سيداما إذا كان الشيخ خالف الشرع خالف الشرع تكون مع الشيخ أو مع الشرع يقول أنا مع الشيخ أعوذ بالله العظيم إذا أخطأ الشيخ تكون مع الشرع ولا تكون مع الشيخ إذا أخطأ أخطأ الشيخ يعني أنني أشيخ خلص براح لا تكون مع الشيخ أخطأ الشيخ يعني اشتك أخرى لك أخطأ الشيخ أخطأ الشيخ ليس لديك نعم كثيرا الحديث الثاني والثلاثون عن أبي سعيد سعد بن مالك سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا ورواه مالك في الموطأ عن عمر بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعدها ببعض الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعتن الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البيينة على المدعي واليمين على من أنكر حبيث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين الرابع والثلاثون عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فأن لم يستطع فبلسانه فأن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم ما هو المنكر المنكر كل ما حرم الله على عباده يسمى منكرا والمعروف كل ما أمر الله به فنحن مأمورون بالأمر بالمعروف والنهي على المنكر والمنكرات ليست كلها في مرتب واحدة هناك منكر أعظم من منكر آخر أكبر المنكرات أكبر المحرمات الكفر والعياذ بالله تعالى والكفر أنراعه ثلاثة بانتفاق المذاهب الأربع قلوا قولي باللسان كالذي يشتم الله أو الأنبياء أو القرآن أو يكذب ما جاء في القرآن الكريم كما يقول الله تعالى دوء أو جسم ولو كان في حال المزح أو الغضب وتكلم بكلمة الكفر لا عذر له عند الله هذا النوع الأول يقال له الكفر القولي النوع الثاني الكفر الاعتقادي أي بالاعتقاد بالقلب مكانه القلب كاعتقاد أن الله كالهواء أو أنه روح أو أنه يتصف بصفات البشر هذا كفر اعتقادي مكانه القلب النوع الثالث الكفر الفعلي يحصل باليدين والرجلين كالذي يرمي المصحف في القافورة أو أوراق علوم دينية أو شرعية أو أوراق علوم دينية أو شرعية سؤال سؤال قل لهم سؤال من يستطيع أن يعيد فقط كم نوع الكفر كم نوع الكفر من يعيد قل كفر قولي كفر بالاعتقاد بالقلب والكفر بالفعل أزابه ما شاء الله بارغ الله فيك طي أها من وقع في الكفر خرج عن دين الإسلام لا يكون عند الله المسلم عليه أن يعود على الإسلام بالنطق بالشهادتين ليس بقولي أستغفر الله أستغفر الله المسلم تنفع المسلم أما من كفر لا ينفعه أن يقول أستغفر الله فالكفر هو أكبر المحرمات أهتم وبعد الكفر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق بعد القتل الزنا فإذا من سألنا عن المحرمات ما هي أعظم المحرمات نقول الكفر ثم القتل ثم الزنا من يعيد هذا سلام صحيحة بارك الله فيك من الخلف من يعيدنا نخلف بعد هذا هو هو أو غيره هو 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 أنس كيف العصير قل أذاب صحيحا أعطي من يعيدنا الخلف أيضا عند النساء فنحن مأمورون بالنهي عن المنكر لذلك نبدأ بالنهي عن الكفر أولا لأنه أكبر الظنو أعطيك مثالا واحد وقع من مكان مرتفع أصيب في رأسه وأصيب في رجله إذا ذهب إلى المستشفى الطبيب يعالج أولا رجله أو يعالج رأسه من جوابهم يجيبون قل لهم هذا ليس هدية هذا سهل قال الرأس الرأس نطيك هدية تعالا لأن الإصابة في الرأس أخطر وكذلك من أراد أن ينصر الدعوة أن يعلم الناس الدين ينهى أولا عن الكفر لأنه من مات كافرا لا يدخل الجنة بالمر الله أخبرنا في القرآن الكريم بأن من مات كافرا يكون مخلدا في النار ولا يغفر الله له أما لو مات مسلمان ولو كان المتصر في الصلاة أو الصيام لابددأ يد خلال جن أما من مات كافرا لا يدخل الجنة بالمر لذلك حذروا من الكفر بأنواعه الثلاثة الكفر القولي والفعلي والاعتقادي لا يدخل الجنة بالنسبة للمشاهدة إذا واحد قال لولده لا تشرب الخمر لا تسرق لا تزني هذا ينهى أولا عن المنكر وكذلك نحن نقول للناس حذروا من الكفر حذروا نحذرهم من الكفر هذا أهم هذا أوكد لأنه لو مات مسلما وكان زانيا لا بد يدخل الجنة أما لو مات على غير الإسلام لو مات على غير العقيدة الصحيحة لو مات على عقيدة التشبيح لا مات ويقول مخلدا في ناري جهنم جهنم حرها شديد شديد أقوى نار خلقها الله جهنم عذابها مؤكد شديد لازم لذلك قال العلماء من أعطية الإيمان ولم يعطى الدنيا ولم يعطى الدنيا ليس عنده ما ليس عنده بيت ليس عنده لا لم يعطى الدنيا كأنه ما منع شيئا كأنه ما منع شيئا أنتهو الإيمان أما من أعطي الإيمان أما من أعطي الدنيا ولم يعطى إيمان كأنما لم يعطى شيئا أين فرعون أين قارون أين الملوك القدماء ماتوا فلذلك الإنسان يعمل لآخرته ويبعو الله أن يموت على الإسلام ويبعو الله أن يحسن خبامنا يرى المنكر ويسكت يرون أن العقيدة التشبيه تنتشر ويسكتون هذا يسكت وهذا يسكت وهذا يسكت وهذا يسكت وهذا يسكت فالعقيدة الفاسدة تنتشر هل تعرفون هناك مرض اسمه الغرغلينة عندكم معروف باللغة العربية يسمى الآكلة هذا المرض ينتشر في الجسم هذا إما أن يبتع إذا أصاب اليد تقطعوها إذا تركتها تموت ماذا يسمى إذا سكتنا عنه شرهم يزيد مثل ذاك المرض الذي ينتشر إذا حذرنا منهم هذا الشرء إما أن ينقطع وإما أن يقل لذلك لا يجوز لنا النسكت حرام علينا النسكت أكبر المنكرات الكفر والعياض بالله فالذي ينهى عن الكفر ويعلم العقيدة عند الله له أجر كبير له أجر شهيد الذي يتمسك بأصل الدين وفروعه معناه العقيدة والأحكام معي خوان ماء ويعلم أنه يتمسك ويدافع عن العقيدة ويعلم أنه يتمسك في حياته عند الله لو مات في البيت عند الله له أجر شهيد هذا معنى الحديث من أحياء سنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد فلذلك حذروا وعلموا الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغبوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرار بحسب مرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وأرده رواه مسلم الثالث والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ السابع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله تبارك وتعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن همّ بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن همّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن همّ بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف فانظر يا أخي وفق بالله وإياك إلى عظم لطف الله تعالى وتأمل هذه الألفاظ وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها وقوله كاملة للتوكيد وشدة الاعتناء وقال في السيئة التي همّ بها ثم تركها كتبها الله حسنة كاملة فأكدها بكاملة وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه وبالله التوفيق الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قال من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سلسألني أعطيته ولا إن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري هذا لا يفسر على ظاهره لهم تأويل نبينه في دورة أخرى إن شاء الله هذا الحديث هذا الحديث لا يفسر على الظاهر إن شاء الله في دورة قادمة نشرح التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والمسيانة وما استكره عليه حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما ما معنى كلمة الخطأ هنا؟ ما معنى كلمة الخطأ إذا رواحب كان يرمه إلى صيد فأصاب رجلا فقطله خطأ أصاب رجلا ما معناه الذي لا يتعلم ويعمل المحرمات أنه معذور الذي لن يتعلم الذي لا يتعلم لا يكون معذورا عند الله إذا فعل المحرمات فأصاب رجلا jakie أصاب رجلا وي carsتعلم إن صعدت فلوك وأصاب نشيد قبل التاسع والثلاثون الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال كون في الدنيا كأنك غريب أو عابل سبيل وكان ابن عمر يقول إذا عمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري الحادي والأربعون هذا الحديث أن الإنسان يعمل للآخرة لا يعلم متى يفاجره الموت فلا تنتظر الصباح وعندما يموت الواحد أحب الناس إليك من من تعرفهم أحب الناس إليك من من تعرفهم هو يضعك تحت التراو هو يضعك ويدفنك فلا تنتظر الصباح ويضعك ويدفنك سبحان الله كم الواحد يحب أباه كم يحب أباه الواحد مننا كم يحب أباه الواحد مننا إذا مات الأب الولد يضع أبو أباه تحت التراو وإذا مات الولد الأب يضع ولده تحت التراو وهل يبقى معه في المقبرة أم يعود إلى البيت زوجته هل تبقى معه في المقبرة زوجته هل تعود إلى البيت أولاده يتركونه ويعودون إلى البيت أصدقاؤك يتركونك ويعودون إلى بيوتهم هل تعرفوا من يبقى معك في قبرك يبقى معك أملك كلهم يتركونك كلهم يتركونك كلهم يتركونك كلهم يتركونك مالك يرجع أهلك يرجعون عملك يبقى معك في القبر تخيل نفسك لو كنت الآن هنا في المعهد في المدرسة هل تعيش وحدك في هذا المكان الواسع هل تعيش وحدك هنا إذا كنت هنا لا تعيش وحدك كيف في القبر مكان بيوت وتعود إليك الروح في القبر فكر من الذي يدافع عنك في قبرك القبر مخيف بيت الدود بيت الوحشة لكن بعض الناس لكن بعض الناس الله يوسع عليهم القبر مد البصر يوسع القبر وبعض الناس سبعون فراعا القبر يوسع الطول يكون سبعين فراعا والعرض سبعين فراعا على حسب حال الشخص تعلموا علم أهل السنة والجماعة أنا أنصحكم لوجه الله ولا تقول أنا لازلت شابا أنا سأعيش طويلا لا تقول هذا أحيانا يموت الصغير قبل الكبير ويموت الحفيظ قبل الجد هنيئا لمن عمل لآخرته مخلصا لوجه الله الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت جنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تسرق به شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه التنفي وقال حديث حسن يقول فهذا آخر ما قصدته من بيان الأحاديث التي جمعت قواعد الإسلام وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط ألفاظها مرتبة لألا يغلط في شيء منها وليستغني بها حافثها عن مراجعة غيره في ضبطها ثم أشرع في شرحها في كتاب المستقل وأرجو من فضل الله أن يوفقني ليس عندكم؟ ما هذا؟ ليس موجودا؟ بالمرة؟ آه طيب نقرأها سريعا لأجل السنب والإجازة لو يسمعون منها قال وها أنا أذكر بابا مختصرا جدا في ضبط ألفاظها مرتبة لألا يغلط في شيء منها وليستغني بها حافظها عن مراجعة غيره في ضبطها ثم أشرع في شرحها في كتاب المستقل وأرجو من فضل الله أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها ويظهر لمطالعها جزالة هذه الأحاديث وعظم ما استمرت عليه من النفائس التي ذكرتها والمهمات التي وصفتها ويعلم بها الحكمة في اختيار هذه الأحاديث الأربعين وإنها حقيقة بذلك عند الناظرين وإنما أفردتها عن هذا الجزء ليسهل حفظ ذا الجزء هذا يسهل حفظ ذا الجزء بانفراده ثم من أراد ضم الشرح إليه فليفعل ولله عليه المنة بذلك إذ يقف على نفائس اللطائف المستنبطة من كلام من قال من قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولله الحمد والمنة أولا وآخرا وظاهرا وباطلا وظاهرا على نعمه باب الإشارة إلى ضبط الألفاظ المشكلات هذا الباب وإن ترجمته بالمشكلات فقد أنبه فيه على ألفاظ من الواضحات في الخطبة نظر الله امرأة رؤية بتشديد الضابي وتخفيفها والتشديد أكثره ومعناه حسنه وجمله الحديث الأول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه هو أول من سمي أمير المؤمنين قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات المراد لا تحسب الأعمال السرعية إلا بالنية وقوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله ورسوله معناه مقبولة الحديث الثاني لا يرى عليه أثر السفر هو بضم اليائم يرى قوله تؤمن بالقدر خيره وشره معناه أن تعتقد تعتقد أن الله تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلق وأن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى وقدره وهو مريد لها قوله فأخبرني عن أماراتها هو بفتح الهمزة أي علامتها ويقال أمار بلها لغتان لكن الرواية بلها قوله أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها ومعناه يكثر بيع السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها وبنت السيد في معنى السيد وقيل يكثر السراري حتى تستري المرأة أمها وتستعبدها جاهلة بأنها أمها وقيل غير ذلك وقد أوضحته في شرح سعيح مسلم بدلائله وجمع طرقه قوله العالة أي الفقراء ومعناه أن أسافل الناس يصيرون أهل ثروة ظاهرة قوله لبثت مليا هو بتشديد الياء أي زمان كثيرا وكان ذلك ثلاثا هكذا جاء مبينا في رواية أبي داود والتلميذي وغيره أكتب في بهذا القدر إن شاء الله تعالى سيكون لنا لقاء مع دورة أخرى إن شاء الله نخبر باب عمر حمدان إن شاء الله ومرتب إن شاء الله أولا كما بدأت أختم بدأت بالشكر للشيخ عارفين الله تعالى يحفظه والشكر لإدارة مدرسة مصحة الدين وأختم بالشكر أيضا ترجم له وأن شاء الله تعالى يكون لنا لقاء آخر مع كتاب إن زدين إن شاء الله ويكون في العقيدة الأشعرية حتى يتوسخ هذا في النفوس ثم بعد ذلك الله يعيننا على نشر هذه العقيدة الأشعرية العقيدة المنجية وأرجو منكم الدعاء لشيخنا الشيخ عبد الله الهراري الحافظ المحدث رحمه الله تعالى كل ما سمعتموه من العلم هو من علم الشيخ عبد الله الهراري أما نحن فقط ننقل ما قال العلماء وهو أسعري زافعي وعمل على أن يتمكن الشباب في علم العقيدة والآن صار طلابه انتسروا في ثمانين دولة عربية وأجنبية طلابه كلهم على منهج الأشعر وفي الأحكام شافعية نحن على ما كان عليه علماء فطاني لأن علماء فطان القدماء درسوا في مكة عند أهل السنة كالسيد أمين الكتبي والشيخ حسن مشاق وكما غيرهم فالحمد لله لم نأتي بجديد لسنا مشبهة لسنا مشبهة بل نقول كما قال الأشعري والشافعي في المجسمة نقول كما قال الأشعري ماذا قال الأشعري عن المجسمة نحن نقول ماذا قال الشافعي عن المجسمة نحن نقول وليسنا ولا نقول بأن العبد يخلق فعله كالمعتزلة هذه هاتان عقيدتان كفر ولسنا شيعة والشيعة خالف أهل السنة والجماعة في مسائل نحن متمسكون بالعقيدة السنية التي كان عليها أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تناقلها المسلمون جيلا بعد جيل حتى وصلت إلينا لذلك نقول العلم بالتلقي سماعا ليس بمجمد المطالعة في الكتب الذي يأخذ العلم عن الكتب العلماء ما اعتبروه لأن الكتب فيها أشياء غير صحيحة وفيها دس السلامة بالتلقي سماعا سماعا أنا أعرف قد لا يكون الجميع فهم كل المسائل أنا أعرف هذا ولكن لو خرجنا من هذه الدورة لأن هذا الأصد هو العقيدة لأن هذا الأصد هو العقيدة لأننا لا تفهم كل المسائل لأن الله يثبتنا عليها ويميتنا عليها الله يزمعنا في الجنة أنا فرحت جدا بلقائكم وأنا حقيقة أقول لكم أشعر بالحزن عند الوداع عند السفر أحبكم محبة خالصة وإذا ذكرتموني بالدعاء أرجو الدعاء بارك الله وفيكم الآن الشيخ عارفين نوزع السنة ثم نجيز الجميع إن شاء الله شكرا موسيقى تصبح المسابعين أسلتك تصبح المسابعين نحن؟ اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 قلت أسيان الدين نعم جيد جيد اقرأها لك اذا بقيت قليلا اقرأها لك الآن ان شاء الله ان شاء الله نعم ازول كلام بنا ومحاجر سنوية سنكون سبعهم جيد سنكون سبعهم اقرأها لك اقرأها لك اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة 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 بارك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الشيخ هارفين؟ ومن له سؤال؟ من عنده سؤال؟ لأهل الفترة يدخلونا الجنة هم هم يسألون؟ بالنسبة لأهل الفترة الذين لن يسمعوا بالإسلام بدعبة الإسلام هؤلاء ليسوا مسلمين لكن يدخلونا الجنة لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الشيطان الشيطان هو الكافر من كفار الجن الشيطان الكافر من الكفور والسيدات الجن الجن فيهم مسلمون وفيهم كفار كما البشر يقال جن مؤمن وجن كافر الجن كافر الجن كافر نسميه شيطانا جن كافر نحوان شيطان وقد يطلق كلمة شيطان ويراد بها إبليس الذي هو جدهم الأعلى وهو إبليس يموت كافرا أن ذريته فيهم مؤمنون وفيهم كفار فإذا الشيطان يطلق على الكافر من كفار الجن ويطلق على إبليس الشيطان يطلق على الكافر لكما يطلق على إبليس سؤال الثالث سؤال الثالث لا بد علينا أن نمتسل في المسالب الأربع علينا أن نمتسل في المسالب الأربع الواحد إما يكون مجتهدا إما يكون مقلدا هل وصلنا إلى مرتبة الاجتهاد؟ نحن وصلنا؟ فإذن نحن لسنا مجتهدين هذه المرتبة الاجتهاد ليس كل مسلم يصل إلى هذه المرتبة حتى بين الصحابة ليس كل الصحابة مجتهدين قال بعض العلماء المجتهدون في الصحابة نحن مئتين كانوا مجتهدين في الصحابة إذا كان هذا في الصحابة فما بابك في عصرنا؟ لذلك الواحد يتعلم مذهباً من المذاهب الشافعي أو المالكي أو الحنبلي أو الحنفي لأننا نمتسل الثالث 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 هؤلاء أفهم مننا بكتاب الله وسنة الرسول فنحن نريد أن نفهم القرآن والسنة كما فهمه هؤلاء علماء المذاهب الأرض إنها سألتل صحابة جميعان فنحن تحمل صحابة جدا فقط ززاكم الله أخير الله يدارك فيكم إنها أمن يأمن يأمن يقدم جهة لأنكم تسترحون لا الحمدان فيه